أهلا بكل اللي بتابعوا تلفزيون اليوم السابع احنا النهاردة من داخل ملتقى القاهرة السينمائي معايا مريم دغيدي في البداية براحب بيكي في تلفزيون اليوم السابع وبقولك ألف مبروك ان انتوا قدرتوا تحققوا ملتقى القاهرة السينمائي مرسي قوي يعني في البداية خليني اسألك كلميني عن ملتقى القاهرة السينمائي ملتقى القاهرة السينمائي هو المنصة الانتاج المشترك بتاعة مهرجون القاهرة وده النسخة السبعة لها ده ده المكان اللي بيتخلق فيه الأفلام يعني بيكون فيه مشاريع في الوضع التقديم تدركين وهو مرحلة تانية ما بعد الإنتاج أو الـ سة期نايرا نحن نختارنا 15 مشروع من دمنا أكتر من 100 متى تقدمهم كل هم من العالم العربي لما بنختارهم بنعزمهم أنهما يعودوا ثلاثة أيام يقدموا مشاريعهم قدام لجنة تحكيم سنة دي كانت فيها سبا مبارك ممثلة والمنتجة لميا شرايبي منتجة من المغرب وأبو بكر شوقي مخرج وكاتب وقدام طبعا ضيوف كتار من العالم كله في صناعة السينما في منتجين وفي موزعين وفي الناس بتمثل مهرجانات وناس بتمثل برضو فاندينج بوديز أو ممولين للأفلام والغرض من كل ده أن احنا نصنع أفلام يقبلوا الناس المجنون يشتغلوا معاهم ويخلوا الفيلم يخلص غير طبعا الجوائز اللي بتتقدم من الأورد بارتنرز أو الداعمين لملطاق الكاهيرا السينما قبل ما سألك عن الأورد بارتنرز أكيد كان فيه صعوبات فوسط الظروف كورونا اللي العالم كله بيشهدها يعني قدرتوا تحققوا إزاي الملطقة؟ يعني إحنا كان حظينا حالو في حاجة إن إحنا اكتشفنا إنه الصعوبات في إنه محدش يشترك أو يقدم في الملطقة الكاهيرا السينماي السنادي ما حصلتش بالعكس إحنا تقدم لنا مشاريع قد لتقدمت السنة اللي فاتت فدي حاجة حسستنا بإحساس بالمسؤولية وإنه يكون مختلفة كمان صح؟ أو من دول مختلفة فيه 12 دولة عربية يعني قدمت مشاريع وده بيوري برضو الإصرار بتاع صنع الأفلام إنه هما يكملوا يصنع أفلام فطبعا مهما كانت الظروف صعبة إحنا كان عندنا إحساس أو إصرار أكتر إنه إحنا نكمل ونعمل النسخة دي حتى لو إحنا في الأول ما كناش متأكدين هتبقى شكلها عمل إزاي لأنه مش دايما الفيرتشوال ممكن ينفع هنا في مصر أو في العالم العربي الجمهور هنا بيحتاج إنه هو يشوف ويقابل بنفسه مش كل حاجة تبقى أونلاين فدي حاجة إحنا ركزنا عليها إنه إحنا ندي برايوريتي إن الناس تيجي وتقابل المشاريع وصحاب المشاريع يقدموها بنفسهم فتدرجيا طبعا قبلتنا صعبات أكتر بس أفرال أنا حاسة إنه كان الموضوع إيجابي جدا بما إنه الداعمين لمنطقة الكاهرة السينمائي زادوا السنة اللي فاتت كان فيه بريكينج ريكورد السنة دي فيه بريكينج ريكورد أعلى كمان لأنه جمعنا 260 ألف دولار قيمة الجوائز اللي تتقدم السنة دي فده معناها إنه مهما كان الناس كلها متأثرة طبعا من اللي بيحصل بسبب فيروس كورونا إنهما لسه عندهم الرغبة في إنهما يشوفوا أفلام بتتعامل وإنه عجلة صناعة السينما تكمل طيب إحنا النهاردة يعني شفنا جوائز كتير جدا بتتوزع من أورد بورتنرز كان ممكن أورد بورتنرز كتير ما يرضوش إنهما يشاركوا برضو بسبب زروف كورونا ويمكن ناس ما قبلتشوا فعلا وما كانتش من الأورد بورتنرز كلميني أكتر عن الجزء ده لا هو زي ما بقولك هو طبعا كان فيه كل ناس كبتتسائل احنا نعمل الدورة دي ازاي احنا عملناها بجد بطريقة واحدة بس بالإصرار وبالرغبة في إنك إنتي مش تنتجحي بس إنك إنتي تساعدي صناعة السينما وأفتكر دي أحلى ميسج يعني المهرجون بيوريها السنة دي وأنا أفتكر إن إحنا شايفينه مش بس في كايرو إندوسري دايز أو أيام الكاهرة لصناعة السينما بس كمان في حتة الأفلام وفيه جمهور كتير وفيه أفلام كتيرة طبعا يعني وإحنا محافظين على التعليمات من نزارة الصحة فلا إحنا عندنا جواز كمان السنة دي يعني أكتر من السنة اللي فاتت وهي مش بس الجواز اللي مفيدة وزي ما بقولك المقابلات اللي المشاريع اللي صحاب المشاريع بيعملوها علشان يكملوا مشاريع متبقى فيلم هي دي أهم حاجة خليني بقى أقف كده سانية وأسألك مين كان أكتر حد عنده إصرار إنه يكمل المعرجان ويكمل الملتقى يكون موجود بالإسم قولي لا كل الناس بصراحة كل الناس أنا بس مبسوطة ويعني عايزة أقول عن جايزة أنا شايفة إن هي بتمثل الإحساس والمساعدة وإن إحنا بندعم بعض مريم نعوم السنة اللي فاتت كانت من لجنة التحكيم في ملتقى الكاهيروس سينمائي والسنة دي هي كانت عايزة ترجع تاني بس ترجع بجايزة ترجع بدعم من طريقة تانية وهي الجايزتها عبارة عن كاش أورد بس عبارة عن برضو سكريب دوكتورينج شايفة ده مثال يعني ممتاز إنه يوري إزاي الناس بترجع تاني وبترجع عشان تدعم عندنا يعني مشاريع زي أسطورة زينب ونوح عندنا مشروع تاني لباس الغندور اللي هو هو أول فيلم لي بس هو كان منتج فيلم زيب اللي راح الأوسكارز سابقا فده بيوري طبعا فيه مشاريع كتيرة تانية وكلها مهمة وكلها كانت يعني نالت أعجاب بالناس كلها بس أنا بس بكلم على إنه ملتقى ما بيفرقش ما بين واحد بيعمل حد بيعمل فيلم الأول مرة وحد بقاله سنين بيعمل سينما وهم ما بينهم ما بين بعض الفيدباك بتاعهم كان مفيد قوي بالنسبة لهم مش بس من ناحية اللجنة ولا الاندوستري دالجتس اللي احنا بنعزمهم في مهرجان لا من بينهم وبين بعض كان في حوارات وديسكاشنز كانت مفيدة قوي لتطور مشاريعهم طيب هسألك آخر سؤال يعني كلمين عن مشاركة السفير الأمريكي بمصر في ملتقى قاهرة سينماية طبع احنا مبسوطين جدا بوجوده ومبسوطين بالجائزة اللي فيلم اندبندنت اللي هو قدمها النهاردة قدمه جائزتين والجائزتين دول عبارة عن منترينج او متابعة للمشروع في كتابته وفي انتاجه يعني الجواز دي طبعا مهمة جدا خصوصا لما تبقى جاية من ناس عندهم خبرة بالطريقة دي فيلم اندبندنت دعمونا برضو بانه هما كانوا بيدوا ويركشوب قبل الملتقى ما يبتدي على طول علشان يحضروا مشاريع على البيتش بتاعهم او زي هاي يقدموا المشروع بتاعهم قدام لجنة التحكيم وقدام صناع السينما فهما بيدعموا ملتقى بطرق متعددة وكلها بتفيد غرض واحد بس انه الافلام تبقى جودتها اعلى وتكمل انها تتعمل وتسافر خليني برضو اوضح حاجة احنا النهاردة شفنا في حفلة توزيع الجوائز طبعا دور كبير لوزارة الصحة كلمين عن دور وزارة الصحة يعني من غير وزارة الصحة احنا ما كنش هنقدرنا المهرجان ده بكل بساطة دورهم كانوا هما يتأكدوا انه كل حاجة ماشية صح وسلامة الناس كلها ولازم طول وقت نفكر نفسنا بالحاجات هما كمان ما كانوش فعلا سايبين اي حد فوق لا 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 خالص هما they're very strict فيه يعني هما شداد ويعني احنا لازم حتى لو مهرجان القاهرة انه يتعامل دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا فالاهم هو ان احنا نكمل شغل مش نعمل مهرجان ونعيا ونوقف كل حاجة فده كان لازم يكون فيه توازن في الحتة دي انه حتى لو فيه مهرجان واليفنت حصل لازم نحافظ على كل التعليمات اللي هي بتتفادى انه يحصل اعداد في الناس اللي جاء لهم كورونا بشكرك مرة تانية والف مبروك على تحقيق حلم حلم كبير ليكم ولصناع السينما ومحبين السينما بشكرك مرة تانية على تواجدك مع نفتي في جيلة مرسي جدا مرسي ليكم وبكده تكون تغطيتنا خلصت النهاردة لملتقى القاهرة السينماية وهنتابع معاكم بالتأكيد كل الفعاليات وكل حاجة بتحصل في مهرجان القاهرة السينماية في دورته ال42 شكرا ليكم واستنونا وتابعونا دايما على فيسبوك انستجرام تويتر وكمان تيك توك كم معاكم شروق وجدي وزميلي هشام عبدالتواب شكرا ليكم شكرا